نشرة الثامنة مساء من الميادين والبداية مع العنوين الرئيس السوري يستقبل باقر ويتسلم رسالة من المرشد خامنة يهنئه فيها بانتصارات سوريا والأسد يعتبر إيران شريكة فيها كتن يتوقع قرب هزيمة الإرهابيين في سوريا ويقول إنه تم وضع حد للعنف بفضل إيران وتركيا حماس تؤكد أنها لن تنزع سلاحها أو تعترف بإسرائيل أو تقطع علاقتها بإيران طرف الحوار الليبي في تونس يتفقان على تشكيل لجان لبحث النقاط الخلافية المتعلقة بدور الجيش ومسودة الدستور أرقام قياسية عن الشباب الراغبين بالهجرة من تونس نتيجة غياب فرص العمل مساء الخير تسلم الرئيس السوري بشار الأسد رسالة من المرشد الإيراني أيطلال السيد علي خامنة يهنئه فيها بالانتصارات التي تتحقق ضد الإرهاب في سوريا الرسالة نقلها رئيس هيئة الأركان العامة المشتركة في القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري الأسد أكد أن النجاح في القضاء على الإرهاب في سوريا يشكل ضربة قاسية للمشاريع الغربية المرسومة للمنطقة معتبرا أن الشعب الإيراني والقوات المسلحة الإيرانية شريك رئيسي في الانتصارات التي تتحقق ضد الإرهاب في سوريا توقع الرئيس الروسي بلاديمير بوتين هزيمة الإرهابيين في سوريا قريبا لافتا إلى أن عملية السلام تتطور بشكل إيجابي رغم استمرار وجود مشكلات وخلال الجلسة الختمية لمنتدى فالداي الدولي للحوار قال بوتين أنه بفضل إيران وتركيا تم وضع حد للعنف وإقامة مناطق خفض التصعيد بشيرا إلى أن هناك مخاطر من أن تؤدي مناطق عدم التصعيد إلى تقسيم سوريا ومعربا عن أمله في تفادي ذلك بوتين كشف عن مقترح بعقد مؤتمر لجميع السوريين يشمل كل الجماعات العرقية ميدانيا في سوريا وبعد ساعات على تحرير الحسينية حرر الجيش السوري وحلفائه في محور المقاومة مدينة محسن وتسعة قرى في الطرف الغربي لنهر الفرات شرق دير الزور الجيش السوري وحلفائه في محور المقاومة بدأوا عملية واسعة ضد داعش في البلدات الواقعة بين الميادين والمرايعية في الضقة الغربية لنهر الفرات الحرس الثوري الإيراني عرض مشاهد توثق سيطرة الجيش السوري وحلفائه في محور المقاومة على مدينة الميادين في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي بعد طرد تنظيم داعش منها ترجمة نانسي قنقر اذا هو دمار كبير في أحياء مدينة الميادين في ريف دير الزور الشرقي جراء المعارك التي خاضها الجيش السوري وحلفائه في محور المقاومة معارك استعادة على إثرها الجيش كامل المدينة التي شكلت مركزا مهما لداعش على مدى أربع سنوات متواصلة منذ ظهوره في دير الزور التفاصيل في التقرير التالي لمجد ليلة دوار البوكمال في قلب مدينة الميادين آخر الطرق التي سلكها عناصر داعش الهاربون باتجاه نهر الفرات لم يبقى لهم فيه أثر سواريات تنظيمهم الممزقة عملية الجيش السوري وحلفائه في محور المقاومة لاستعادة الميادين دمرت القوة الأساسية لداعش في واحدة من أهم قواعد التنظيم ومراكز ثقله في الريف الشرقي لدير الزور عملية واسعة قطع فيها الجيش عشرات الكيلومترات في عملية للالتفاف عبر المحور الغربي للمدينة الميادين كل ياته بالكامل آمني إن شاء الله قمنا باقتحامة من أربع محاور محور الجنوبة والمحور الغربي والمحور شمال الغربي الحمد لله رب العالمين وتم اقتحامة وكان فيه مقاومة شرسي من مسلحين داعش دمار كبير في شوارع الميادين وأبنيتها يوحي بضراوة المعارك التي دارت هنا حرب شوارع خاضتها قوات النخبة في الجيش السوري بعد أيام من التمهيد الناري والجوي الذي استهدف خطوط دفاع داعش على نحو أساسي الوجه الراحة عليها طلعوا من جنب النهر كلهم صاروا يهربوا باتجاه النهر يتركوا سياراتهم يهربوا باتجاه النهر والحمد لله تم القضاء على كتير عدد كبير منه امتداد جغرافي واسع على مشارف منطقة البوكمال بات تحت سيطرة الجيش وحلفائه بعد تحرير الميادين الأمر الذي سيمهد لعمليات قريبة باتجاه آخر معاقل داعش في البوكمال قرب الحدود السورية العراقية مدينة الميادين تحت سيطرة الجيش السوري وحلفائه في محور المقاومة بشكل كامل هي سيطرة لا تعني وجود الجيش على مساحة جغرافية فحسب بل هو الوجود الأول للجيش السوري منذ أربع سنوات في واحدة من أهم عقد الوصل في الشرق السوري فضلا عن كونها تشكل قاعدة أساسية لتنظيم داعش في ريف دير الزور الشرقي باتت تحت سيطرة الجيش السوري الذي يواصل عملياته العسكرية باتجاه مدينة البوكمال على الحدود السورية العراقية من مدينة الميادين مجد ليلى لقناة الميادين هذا وأكد المرصد السوري المعارض أن قياديين من داعش هربوا من محافظتي دير الزور والرقاء إلى تركيا مشيرا إلى أنهم عبروا من مناطق فصائل درع الفورات التركية في رفي حلب الشمالي والشمالي الشرقي المرصد أوضح أن قد تداعش دفع رشاو مالية تراوحت بين 20 و 30 ألف دولار أمريكي مشيرا إلى أن الجهات المسؤولة أمنت عملية نقلهم وعبورهم من الحواجز ونقاط التفتيش في رفي حلب الشمالي الشرقي وعمدت إلى إيصالهم إلى الحدود السورية التركية ومن ثم جرى نقلهم إلى الجانب التركي عبر مهرب أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق ترحيبها بدعوة رئيس الوزراء العراقي حيدر لعبادي لإجراء الحوار بالمقابل دعا لعبادي حكومة الإقليم إلى الاعتراف بسلطة الدستور والدخول في حوار على هذا الأساس وأضاف أن على قادة الإقليم أن يعودوا إلى رشدهم مشيرا إلى أن السلطات العراقية لن تعترف بالإجراءات الانفرادية وغير الدستورية وأكد لعبادي أن إجراءات بيع النفط غير الدستورية تسببت بإفلاس حكومة الإقليم بسبب فساد المسؤولين الكرد أذو أعلنت قيادة عمليات فرض الأمن في كاركوغ أن قواتها تقوم بجولة ميدانية في المدينة لطمأنة المواطنين الكرد بأن القوات الأمنية مكلفة حماية أمنهم وممتلكاتهم بمختلف أطيافهم تقرير محمد الفات أنا عراقي من مدينة التعايش بين مختلف المكونات هكذا يجيب المواطنون هنا في أسواق محافظة كاركوك وشوارعها عاد التركماني والعربي والكردي والمسيحي إلى مزاولة أعمالهم وكأن شيئا لم يكن يتبادلون التطمينات ويتمسكون بمصير واحد وهو العيش المشترك بعيدا عن محاولة شق صفهم نعيش كنا أخوة متحابين في مدينة كاركوك الحبيبة والله يوفق القوات الأمنية وكل القوات المسلحة إن شاء الله نحن عرب وكراد وتركمان شعب واحد نعيش في هذا البلد بلد كاركوك وجميع العراق وماكو فرق بين كردي وعربي وتركماني أبدا نحن أخوة وإلى الأبد أخوة بعد دخول الجيش العراقي لمحافظة كاركوك ما شاء الله كل شيء ما يتغير بالعكس الوضع رجع أحسن وأحسن وكنا نحن إن شاء الله متعايشين أيد وحدة كراد ماكو فرق كردي عربي تركماني سني شيعي وزعت المهمات الأمنية على قوى الأمن الداخلي لحماية المؤسسات الحكومية والأسواق ضمن خطة فرض الأمن الأمر الذي أسهم في تنظيم واقع الحياة بمختلف مفاصلها تأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع تواصل الاجتماعات الأمنية لوضع اللمسات الأخيرة على شكل إدارة المحافظة أمنيا وحكوميا للحفاظ على هذا المنجز الدستوري على أرض الواقع عبر أغلاق كل الثغرات التي تحاول بعض الجهات استغلالها لزعزعة الاستقرار في كاركوك وبالتزامن مع عودة الحياة أطلقت الجهات الأمنية والاجتماعية والسياسية في كاركوك دعوات إلى المواطنين الكرد الذين خرجوا من كاركوك للعودة والمساهمة في إدارة المحافظة وممارسة حياتهم ومسؤولياتهم السابقة في ظل السلطة الاتحادية هذه المرة الحياة عادت إلى سابق عهدها في أسواق ودوائر وشوارع محافظة كاركوك بعد فرض الأمن والاستقرار فيها من قبل القوات الاتحادية بالتزامن مع إجراءات أخرى للمحافظة على السلم المجتمعي محمد الفهد من كاركوك الميادين في المقابل هدد الرئيس التركي رجل طيب أردوغان مجددا بإمكانية إغلاق بلاده الحدود مع شمال العراق في أي لحظة أردوغان وعبر صحف أو صحيفة حريات التركية كررت تهديد الذي وجاهه للمرة الأولى بعد إجاية أقليم كردستان استفتاء الانفصال وكانت تركيا قد أغلقت مجالها الجوي أمام الأقليم أعلنت أنها ستعمل على تسليم السيطرة على معبر الخبور الحدودي الرئيسي بين تركيا وأقليم كردستان للحكومة المركزية العراقية أكد مسؤول حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار أن لا أحد يستطيع انتزاع اعتراف حماس بإسرائيل أو نزع سلاحها مشيرا إلى أن النقاش الآن عن تاريخ إزالتها واضف في تصريح صحفي أن الحركة لن تقطع علاقتها بإيران أو بغيرها داعيا اللجنة المركزية لحركة فتح واللجنة التنفيذية للمنظمة إلى عقد جلستها المقبلة في غزة كما أشار إلى أن الفلسطينيين نجحوا في تحقيق إنجاز مهم رغم صعوبة المحادثات التي أقيمت في القاهرة وكان مبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط جيسون قد طالب أي حكومة وحدة فلسطينية بالاعتراف بإسرائيل ونزع سلاح حركة حماس والالتزام بالمفاوضات وأضاف أنه على حماس القبول بهذه الشروط في حال شاركت في تشكيل الحكومة من جهته أثنى رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو على هذه التصريحات وقال إن حكومته لن تجي مفاوضات مع منظمة إرهابية تعمل تحت ساتر سياسي هذه النشاء مستمرة ولكن بعد هذا الفصل القصير على القلدة قساوة القلب وهذه الصحوة ما يسمى الصحوة الإسلامية قالوا عن الموسيقى حرام وقالوا عن التصوير حرام وقالوا كل شي حرام حرموا الجمال حرموا الحب حرموا الحياة لذلك اليوم كل هذه الأحزاب التي كانت تشنع الفن وتشتم الفن وتشتم كل أنواع الفنون في الحياة اليوم غيرت أفكارها وأيدوجياتها وما بعدها وفتاواها وبدت تتعايش مع الحياة الإسلام ليس لشكلاً ولباساً لحية أو عمامة الإسلام سلوك التصوف سلوك وخلق جميل محمدي ينفع الإنسان الإنسان بن بيتة بن عصرة حرر عقلك يأتيكم الخميس الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القدس الشريف أهلاً بكم من جديد لهذه النشأ التي نستأنفها من الملف الليبي حيث توصل طرف الحوار الليبي الجاري في تونس إلى اتفاق لمعالجة النقاط الخلافية التي أدت إلى تعطل جلسات الحوار وقال مصدر ليبي أن اتصالات المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامي أثمرت عن تشكيل ثلاث لجان فرعية أحدها تتكفل بحل الخلاف المتعلق بالجيش وعلاقته بالسلطة السياسية فيما تتكفل اللجنة الثانية بالاستحقاق الدستوري وتعمل على مناقشة مسودة الدستور وأضاف المصدر أن اللجنة الثالثة ستتولى التوصل إلى ألية لتشكيل مجلس رئاسي ورئاسة الحكومة ومن القاهرة ينضم إلىنا مدير المركز الليبي للإعلام وحرية التعبير السيد إبراهيم بالقاسم أهلا بك سيد إبراهيم هل يعني عودة هذه أو عودة الأطراف الليبية إلى استئناف هذا الحوار يعني تذليل كل العقبات والجدار الذي صدمت به قبل أيام أعتقد في ظل المعطيات الموجودة الآن أن هذه اللجان حتى وإن اجتمعت وعادت من جديد للاجتماع واستمرت وقت طويل في هذه الاجتماعات لن تخرج بنقاط فعالة ولن تخرج بمنتج حقيقي يمكن أن يعالج الأزمة السياسية الليبية كون هذه اللجان وكون المتواجدين الآن في تونس لا يمثلون القوى الفاعلة على الأرض والشخصيات الفاعلة على الأرض والقوى الحقيقية ولا وجود لهم على الأرض بالفعل بل إنما حولوا دورهم كالجان تشريعية من تقصد بالأطراف الفاعلة الغير مشاركة في هذه اللقاءات وهذه الحوارات سيد بلقاسم المجميع المسلحة أقصد المجميع المسلحة بمختلف طيافها ومختلف انتماءاتها وأشكالها ومسمياتها هذه المجميع لا تشارك في هذا الحوار إذن من الصعب أن تخرج هذه اللجان بما يرتضي هؤلاء هؤلاء هم الموجودين على الأرض هؤلاء هم معرقلي العملية الديمقراطية في ليبيا ومقوضي العملية السياسية بشكل فعلي المسلحين هم من يعرقلوا ليس الساسة أو دور سلامة واختزال سلامة وجهود سلامة ومن معه من من يدعم خطته وخارط الطريقة في أن يحول القضية إلى أنها أزمة سياسية وأن حل هذه الأزمة هو ينتهي بشكل فعلي بدأ قاسم السلطة بين أطياب سياسية وكينات سياسية هو أمر غير حقيقي هو لن يعالج المشكلة بشكل كامل لأنه سيعالج أزمة انقسام المؤسسي أو انقسام المؤسسي وربما يخرج في النهاية بحكومة وحدة وطنية وهذا ما نبحث عنه حقيقة ولكن هذه الحكومة ستواجه معاوقاتها وستواجه تحديات حقيقية فيما بعد هي أنها كيف ستتعامل مع ملفات كبيرة ما هو المطلوب من البعثة الأمامية ومن السيد غسان سلامة حاليا سيد بلقاسم ألا يكفي مما قامت به تخطت هذه المرة الإشراف بل قامت بهذه المبادرة اليوم ألا يثمن ذلك للبعثة الأمامية وللسيد غسان سلامة وكذلك هناك أيضا حديث أن الاجتماعات سوف توصل إلى ألية لوضع الصيغة النهائية للتعديلات على الاتفاق السياسي وخصوصا المادة الثامنة التي نقاش حولها بشكل كبير هل بعد ما تخرج هذه اللجان بهذه المخرجات سيقبل بها من هم موجودين على الأرض شوفي الحقيقة أن غسان سلامة شخص دكي جدا أعطى فرصة الآن للكينات السياسية وللأجسام السياسية بمختلف مسمياتها وبمختلف الصفات السلطوية التي تحملها أنها تبحث عن حل وتعالج ما كنا نتحدث عنه في السابق كنا نقول أن العودة للاتفاق السياسي وتعديل الاتفاق السياسي سينهي الأزمة قبل عام ولكن الآن هناك متغيرات كبيرة جدا في الساحة بالعمومة هناك متغيرات إقليمية وداخلية هذه التغيرات أن هناك أطراف كانت مدعومة بشكل مباشر من دول ومن قوة إقليمية وقوة دولية الآن ليست موجودة وليس لها دور واندثرت وتوقف تمويلها وغيرها من ما يحدث على الأرض فأدى إلى أن هذا الأجسام وهذه الكينات التي كانت موجودة وكنا نبحث عن عملية المشاركة تقصد المجلس الأعلى للدولة أم مجلس النواب سيد دلقاسم تخلي الدعم الدولي أو الخارجي أقصد كينات أخرى أقصد ناس أخرى نعم أقصد أطياف أخرى أقصد كينات سياسية أو أطياف سياسية محسوبة على الإسلام الراديكالي أو الإسلام السياسي أو كما يحلو لنفسه أن يسميه نحن نسميه في ليبيا بشكل مباشر لجماعة الأخوان المسلمين والجماعة الليبيا المقاتلة وغيرها من الجماعات الإسلامية التي حبثت في وقت من الأوقات أن تفرض نفسها بقوة وبعملية التصعيد وأن تفرض نفسها كسلطة أمر واقع وتفرض نفسها بقوة الآن لم يعد لهذه الكينات ولم يعد لهذا التيار وجود بشكل فعلي في الاتفاق السياسي فالآن هناك مدرير قريبا هناك حديث فيما يتعلق بوضع هؤلاء الرجال الذين يملون إلى الإسلام السياسي كما ذكرت أو ما حكي عن مناورة أخوانية في الأيام الماضية لإيقاف هذا الحوار ووصفت أيضا بالتكتيكية لهذه المناورة من ثم كان هناك نوع من الضغط من قبل السيد غسان سلام والتهديد حتى باللجوء إلى الخطبة لعودة الطرفين إلى الحوار نعم نعم أنا أتفق معك في ذلك هو فعلا سلامة مر بنا إلى هذه الخطوة فعلا جعل أو حاول أن يقود دور هذه الجماعات وهذه الطيارات وأن يفرض خارطة ألف أو الخارطة A الخطة A الخطة أننا يجب أن نعالج الاتفاق السياسي عبر هذه الأجسام بوجود هؤلاء ولكن بدور محدود لهم إذا فشلت هذه الخطة وإذا فشلت اجتماعات تونس سنتوجه إلى الخطبة وهو مرجع حتى الآن كون أن الخلافات أعمق بكثير من أن تحدد في مجموعة من النقاط الخلافات على أرض الواقع وبحسب تواصلنا وحديثنا بشكل مباشر مع هذه اللجنة الخلافات عميقة جدا لا يمكن علاجها على طاولة حوار واحدة إنما يحتاج إلى جهود كبيرة جدا لهذا نحن نتوقع به إذا كانت هذه الخلافات عميقة جدا سيد بلقاسم عدنا على ماذا يعول إذن السيد غسان سلامة نعم يعول على الخطبة يعول على المؤتمر الليبي الجامع لكل الأطياف الليبية وكل المنبوذين ولكن البعض يقول بأن المجلس الوطني الجامع هو غير دستوري غير منطقي وغير واقعي للتطبيق في الساحة الليبية الآن سيد بلقاسم ما هو ردكم على ذلك؟ هي وجهة نظر وبالمقابل أن هذه الأجسام وهناك من يتحدث عن أن الأجسام السياسية الموجودة الآن غير دستورية وتجاوزت مددها الزمنية وغير قانونية وتعمل بالمخالفة وبالتجاوز للقوانين والتشريعات المسألة الآن نحن نعيش في أزمة سياسية حقيقية الأزمة تحولت بشكل أو بآخر إلى أشبه بحرب أهلية نحن الآن نحاول أن نقرب وجهات النظر بين الأطراب السياسية ومن هم عوجودين على الأرض سواء بمختلف المشاكل الموجودة في ليبيا نحاول أن نقرب هذه وجهات النظر نحاول أن نوصل رسالة لمن هم متواجدين الآن في تونس أن لا يتشبتوا بعملية التصعيد وبالتشبتوا بالنقاط التي يطرحونها الآن لأننا نريد منهم تنازلات حقيقية تؤدي بنا أو توصلنا في النهاية إلى اتفاق حقيقي على الأقل فيما بينهم لأننا اتفاق صخيرات في حد ذاته واتفاق سياسي الذي سيعدى الآن لم يعد واقعي ولم يعد هو الحقيقي الآن نحتاج إلى اتفاق آخر واتفاق مسلح يعني كما ذكرت هي الدعوة لكل الأطراف الليبية بتغليب البعد الوطني على الأبعاد السياسية على كل الأحوال أشكرك جزيل أشكر سيد إبراهيم بلقاسم مدير المركز الليبي للإعلام وحرية التعبير كنت معنا عبر خدمة الانترنت من العاصمة المصرية القاهرة 56% من التونسيين يرغبون في الهجرة ولو بأسليب غير شرعية بحسب إحصائيات أخيرة تحذر من أن الشبان تحولوا إلى قنبلة اجتماعية موقوطة نتيجة تنسداد الأفق وغياب السياسات التي توفر فرص العمل تقرير عماد الشتار رغم فاجعة مركب الهجرة غير الشرعية التي أودت بحياة حوالي 50 شابا تونسيا مؤخرا يتم بشكل شبه يومي تدول مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي لرحلات جديدة لقوارب الموت تحمل شبابا اختار المخاطرة بحياته أملا في العيش الكريم تقريب 56% منهم أعربوا عن رغبتهم في الهجرة لمية ألف هذه ما تماش مصارات أخرى تعليمية أو تكوينية تستوعبهم وبالتالي يكون مصيرهم دائما يأما شبكات التهريب شبكات الإرهاب وشبكات الهجرة غير نظامية وشبكات التجارة الموازية عموما ما يجري اليوم هو إنعكاس للحال الاجتماعية أبناء الفقراء فقط يموتون من أجل الوطن والأغنياء يأكلون الوطن نفسه هي حالة إحباط لدى الشباب الذي أنجز الثورة وحلم بالتغيير بحسب مراقبين ترجمت في يأس صارخ من الطبقة السياسية ووعودها وبدل أن يكون الشباب طاقة فعل ومصدر نماء تحول إلى طاقة مهدورة وقوة شد إلى الوراء بين من استهوته قوارب الموت ومن استقطبته التنظيمات التكفيرية ومن انخرط في عالم العنف والجريمة وتعاطي المخدرات والكحول هؤلاء الشباب فاقدي أمل بشكل عام لأنهم يتابعون كل الأوضاع ويعلمون أنه حتى في المدى القريب والمتوسط لا توجد حلول جدية للخروج من الأزمة الاقتصادية والتي هي بالأساس أجمة تشغيل بالنسبة للشباب هذا طبعا يؤثر على المزاج العام وعلى موقف الشباب مما يدور حوله أزمة الشباب هي نتيجة لأزمة البلاد الاقتصادية وشح فرص العمل وهي أيضا نتيجة لفشل السياسات المتعاقبة في التأسيس لمشروع وطني جامع يعزز الانتماء ويدفع على العمل والبناء إذا لجوء النظام دائما إلى سياسة القمع والاعتقالات لصد الاحتجاجات يحذر مراقبون من تنمي الاحتقان وتفجر الأوضاع مجددا في ثورة جياع بعد أن ثاروا من أجل الحرية والكرمة أعمى تشترى تونس الميادي ومن تونس إلى الجزائر حيث أحيى كرال الحجة تابع للمعهد العلي للموسيقى في سوريا الحفلة الختامية للمهرجان الدولي للموسيقى السمفونية في الجزائر وأطربت الفرقتان السورية والروسية الجمهورة بأداء مقاطع من الموسيقى الكلاسيكية ومقطعات من التراث السوري التفاصيل مع أسامة عبد النور تقاطرت الجماهير ذواقة للموسيقى السمفونية ووصلات الأرشيد الوطنية الحمسية إلى أوبرا الجزائر في الحفل الختامي الذي أحياه كرال التابع للمحاد السوري العالي للموسيقى لم تهدأ أن جماهير وهي تردد الأغانية الوطنية السورية وتصفق بحماسة لحناجر الشام التي أوقدت جدوة الثورة في نفوس جسالهين وجود سوريا حالياً إلى معنى آخر بعد ست سنين من الحرب وست سنين من الحصار ونكون موجودين ويكون عالمنا موجود ضمن أعلام كل الدول الأوروبية اللي عم تعمل هي نفس الحصار على سوريا وإنجاز كثير كبير يعنينا أنه نحن نكون جزء من هذا المهرجان لأنه صار في تعاطف بيننا وبين الشعب الجزائري يعني بجوز نحن هلأ عم نعيش من اللي عاشوا الشعب الجزائري فما بعرف عم نحس بهذا الشيء اللي هنا المرأوا فيه الفرقة الروسية لمدينة سام بوترسبورغ عزفت على ألحان الموسيقى الكلاسيكية الهادئة ورددت مقطوعات عالمية من الموروث الروسي فبعثت الدفئة والسكينة في نفوس المستمعين ترنى مقاطع من الموسيقى الكلاسيكية الروسية والإيطالية الجزائر بلد جميل وشعبه ذواء نتمنى أن لا تكون هذه المرة الأخيرة التي نزور فيها الجزائر ثلاث عشرة فرقة سامفولية مثلت دولا من قارة العالم الخمسة محافظة المهرجان اختارت أن تختتم الفعاليات بالموروث السوري كي توسل رسالة الأمل للأشقاء سوريا طورت في الموسيقى السامفونية من أن منحتها هذا الإقاع العربي بصيغة أو بأخرى فحضور سوريا طبعا يسعدنا لأنها تداود برغم من الظروف الصعبة التي مرت بها عبق الشام وألحانه الشجية حركت وجدان الجزائريين في ختام المهرجان الدولي للموسيقى السامفونية في طبعته التاسعة تقاسم ألحان الأمل والحياة سافرت من أرض الجزائر حاملة بشرى الأمل إلى أرض الشام أسام عبد النور العاصمة الجزائرية الميادي وقبل ختم الثامنة تذكير بأبرز عنوينها الرئيس السوري يستقبل باقر ويتسلم رسالة من المرشد خامنئي يهنئه فيها بانتصارات سوريا والأسد يعتبر إيران شركة فيها موسيقى بوتين يتوقع قرب هزيمة الإرهابيين في سوريا ويقول أنه تم وضع حد للعنف بفضل إيران وتركيا موسيقى حماس تؤكد أنها لن تنزع سلاحها أو تعترف بإسرائيل أو تقطع علاقتها بإيران موسيقى طرفاء الحوار الليبي في تونس يتفقان على تشكيل لجان لبحث النقاط الخلافية المتعلقة بدور الجيش ومسودة الدستور موسيقى أرقام قياسية عن الشباب الراغبين بالهجرة من تونس نتيجة غياب فرص العمل موسيقى باللغتين العربية والإسبانية وكذلك صفحات المياتين على مواقع التواصل الاجتماعي موسيقى شكرا لكم على طيب المتابعة في أمان الله موسيقى موسيقى